خلاص يا صديقي بنودع 2023 وبنستقبل 2024 بطموحات واهداف جديدة وعلشان يا صديقي نقدر نبتدي السنة دي صح؟ لازم نخطط لها من البداية صح لانك يا صديقي لو متعودتش تخطط لكل حاجة فانت بتمشي بشكل عشوائي والعشوائية دايما لقيمة بتضيعنا لا بتوصلنا متاخر لا بتخسرنا حاجات كتير يبقى له اللفة الطويلة دي يا صديقي لما ممكن من البداية كده ومن اول يوم نخطط للعامل الجديد صح ولو انت ما بتعافش تخطط او لو انت عايز تعرف ازاي تقدر تخطط للعامل الجديد وازاي تحط اهدافك وتحددها ازاي وايه الادوات اللي انت تستخدمها وحاجات تانية كتير يبقى انت دخلت الفيديو المناسبة صديقي فلو عايز تعرف اكتر ازاي تخطط العامل الجديد يبقى دلوقت تصلى على النبي واتتابع الحلقة دي للنهاية انا طارق صادق وانت بنوارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق وفكركم ان احنا هنا في القناة بنقدم لك محتاج ومفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيعة فما تبخلش عليك باللايك الحلو بتاعك وكمان تسبسكرايب ويلا يا صديقي نبدأ على طول حلقتنا ازاي نخطط للعامل الجديد 2024 اول حاجة صديقي هو سؤال ليه اصلا يا طارق احنا محتاجين نخطط للعامل الجديد ما انا ممكن يا طارق عادي اعيش للعامل الجديد وهنجح قادي وهعمل حاجات كتير عادي ومش رازم اخطط له يعني لا وكمان يا طارق انا مش محتاج اعود اخطط بقى واكتب انا اصلا عارف انا هعمل ايه في 2024 بالنسبة كبيرة صديقي لو اعادت معاك دلوقتي وقلتلك قول لي اهدافك ل 2024 هتلاقي نقصك حاجات كتير جدا ممكن تقول فكرة ولا اتنين ولا تلاتة هيجوا في بالك لكن في ارض الواقع انت لو اعادت بورا وقلم واعدت تفكر ممكن تطلع ست وعشر افكار واكتر من كده كمان وكمان لو مسكت معاك فكرة فكرة وقعدت اقول لك انت ممكن تخطط لها ازاي وتنفزها ازاي هتلاقي نفسك تايه تقول هنبقى نشوف لسه هبقى اعمل مانا لسه هاسأل مانا لسه مش عارف ايه فطول يا صديقي ما الافكار دي جوا دماغك وما طلعتهاش على صغط ورق بقى اي حاجة تحط كده المعلومة عليها بتبقى قدامك على طول تسدقنا يا صديقي ده مش شيء عملي وده بيخليك في الاخر ما بتقداش تنجز ولا تنتج حاجات كتيرة يبقى التخطيطة صديقي من البداية كده مهم مهم انك تحول الافكار اللي في دماغك دي لحاجة عينك تشوفها ومهم كل هدف تحطه قدامك تبدأ تفكر هو انت ازاي ممكن تقدر تحققه خلال اللعاب الجديد ده وايه الحاجات اللي هتستعين بيها واللي هتحتاجها في سبيل تحقيقك للهدف ده وتقدر تقول يا صديقي كده ان زي ما المثل الشعب بيقول امشي عدل يحتار عدوك فيك فانت لو مشيت صحي من البداية وكتبت خططك وكتبت اهدافك وازاي تنفزها وازاي تحققها ومشيت كده عدل عمرك يا صديقي ما هتعرف تجي مين ولا شمال ولا ته ولا تروح هنا ولا تجي هنا ولا هيبقى لك ان شاء الله اخطاء كبيرة طبيعا كلنا بنغرط بس لما تبقى مشي صح ومخاطط صح اخطائك بتقل وانتاجيتك ان شاء الله بتزيد خلاص يا صديقي عرفنا ليه لازم نخاطط العام الجديد تعال بقى نبدأ في الخطوات العملية الناس صديقي نوعين نوع بيحب الورقة والألم وبيرتاح بيهم ونوع الموبايل في ايده على طول فبيرتاح ان هو يخطط ويحط كل حاجاته على الموبايل بتاعه وفي نوع بيحب يعمل اتنين مع بعض شوف انت مين فيهم يا صديقي لو انت صديقي من هوات الورقة والألم يبقى لازم يكون معك نوتا وألم صباح الفوال وبالورا والألم دول صديقي هتبدأ تكتب الاهداف بتاعتك بتاعت العام الجديد بحس يا صديقي ان النوتة دايما تبقى في جيبك او في شنطتك او معاك يعني على طول وقت ما تحتاج تعديلي اي حاجة تقدر يتعدلي عليها وقت ما تحتاج تزود حاجة هتقدر تزود عليها هي معاك وكل مطلوب منك تفتح وتشوف وتكتب زي مثلا يا صديقي ان انا كنت كاتب من اهداف السنة ان انا اوصل 200 الف انا خلاص على بعد خطوات من ال 200 الف يبقى هكتب هنا ان انا كان نفسي اوصل 200 الف واعمل جنبها صح احنا النهاردة بنقفل 2023 ناخلين 2024 عملت المهمة دي باعمل عليها صح ما عملتش المهمة دي باكون عارف انا ناقصني ايه في 2023 عشان ازوده على 2024 بالمناسبة يعني يا صديقي ما نساش تنزل تعمل لايك وتعمل سبسكراب عشان خلاص خطوة صغيرة لو نبقى 200 الف في بقى يا صديقي ناس ما بتحبش الولاء والقلم وبتتخنق كده من الكتابة ودول الجيل الجديد اللي سمارت اللي بيحب الموبايلات وعلشان كده يا صديقي برشح لكم تطبيقين حلوين جدا ممكن تسبتوهم على موبايلاتكم التطبيقات دي جميلة جدا يا صديقي وانا بستخدمها بشكل شخصي وبتساعدني على تنظيم السنة بتاعتي واليوم بتاعي وكل حاجاتي بكون حطتها عليها التطبيق الاولى صديقي اسمه تودو وهو تطبيق من شركة مايكروسوفت عن طريق التطبيق ده صديقي تقدر تنظم اليوم بتاعك الاسبوع بتاعك السنة بتاعتك وتحط خطتك واهدافك وكل حاجة عندك وهو بيبدأ يجيب لك تنبيهات كل ما يجي وقت حاجة ولو عندك عادة بتتكرر كل يوم ممكن تخليها تتعامل لك كل يوم عن طريق التطبيق ده يعني كل يوم في معاد معين هيفكرك بحاجة معينة انت بتعملها زي مثلا انت عايز تبدأ تركز على اذكار الصباح ومكار الصباح ومعاد لأذكار المساء وتجيب قطعتهم تتكررهم كل يوم فهتلاقي التطبيق ده في كل يوم في المواعيد اللي انت حددتها بيبدأ يفكرك ده وقت يا طارق أسكار الصباح ده يا طارق وقت أسكار المساء يعني من الاخر لو حايز حد يزن عليك عشان تلتزم بحاجة التطبيقات دي مناسبة جدا والميزة المهمة اللي خلتنا رشح لك التطبيق ده بالذات ان التطبيق ده تبع شركة مايكروسوفت فهو عن طريقه لو بتسجل بالإيميل بتاعك وفتحته على الموبايل وبعد كده رحت فتحت اللابتوب بتاعك ومنزله عليه بيعمل مزامنة ما بين الاتنين يعني انت لو عملت اي تعديل بالموبايل بتعدل اللي على اللابتوب على طول لو انت معاك تابلت كمان اللي هيبقى تعدل في الموبايل وهيتعدل في اللابتوب وهيتعدل في التابلت طب انا زودت حاجة على اللابتوب هتلاقيها زادت على التابلت وزادت على الموبايل فانت بقى سواء انت معاك موبايلك معاك لابتوبك معاك تابلتك هتعدل في اي مكان جيته جديد اخرج مثلا معي موبايلي او ماρα سؤال مطبئ الشيح محتاج بقى يتعدل على الموبايل وبعدك هتروح تعدل على اللابتوب وبعدك هتروح تعدل على التابلت لا هو بيعمل مزابنة من نفسه كده فدي ميزة رهيبة ومفيدة جدا خلتنا ارشح لكم التطبيق ده بالزاد هتلاقي رابط تحميل التطبيق ده تحت في وصف الفيديو الكلام اللي بيكون موجود تحت الفيديو يا صديقي تاني تطبيق برضو بستخدمه وبرشحه لكم بقوة هو تطبيق اسمه Color Note التطبيق ده صديقي بيساعدني ان انا لو في يومي العادي كده قابلتني عبارة مهمة عايزة سجله بكتبها عليه في حاجة مهمة اعملها بعد كام يوم ولا ملحوظة مهمة وعايز ادوينها في اي حاجة ومش معايا ورقة وقلم بكتبها عليه وطبعا هو بقى بيديك شوية حاجات كده تسليك زي ان انت ممكن تغير نوع الخط تغير لون الخط تغير الخلفية بتاعت الورقة اللي بتكتب عليها يكتب لك يخلي لك الخلفية على شكل ورقة كأنك بتكتب بجد شوية حاجات كده تسليك ومتخلكش تزاق وكمان بيتحلك ان انت تحط افكارك دي على شكل نقاط او ارقام وكمان لو انت عندك قائمة مهم مثلا او قائمة مشتروات تقدر تحطها عليه يعني ممكن تكي كده تكتب قائمة مشتريات وتكتب بقى بيض زيت سكر رز ولما تنزل تشتري كل ما تشتري حاجة تعمل عليها صح تلقيش هطبها لك يا صديقي فالتطبيق ده كان بيساعدني حط ملحوظاتي ارتب حياتي قوائم مشترياتي خططي كل حاجة التطبيق ده رهيب جدا وبرده صديقي هسيب لكم رابط تحميل التطبيق ده تحت في وصف الفيديو الكلام اللي تحت الفيديو يا صديقي وما تنساش تعمل دايك وسبسكرايب عشان خلاص قربنا ان يتم 200 الف صديق وصديقة واخ واختي يا صديقي دلوقتي يا صديقي انت عرفت ليه لازم تخطط العام بتاعك وكمان عرفت انت تخططه عن طريق الورقة والقلم ولا عن طريق التطبيقات اللي اتكلمنا عنها الخطوة اللي بعد كده يا صديقي انك بتبدأ تجيب ورقة وقلم او بتكتب بقى في المبالة واي حاجة بس انا برجح في الخطوة دي الورقة والقلم وتبدأ يا صديقي تكتب كل الحاجات اللي انت بتطمح لها في العام الجديد كورسات عايز تاخدها مهارات عايز تتعلمها سفريات واماكن عايز تزورها عادات عايز تتخلص منها عادات عايز تكتسبها وكمان بتكتب يا صديقي نقاط قوتك وبتكتب نقاط ضعفك بتكتب حاجات كتير قوي يا صديقي عدنك وبعد كده صديقي كل اللي انت كتبته ده بتبدأ تفلتره على هيئة اهداف تساعدك في السنة الجديدة يعني مثلا انا من نقاط قوتي ان انا بعرف اتكلم كويس فليه ما استغلش نقطة القوة دي وابدأ اكسب منها فلوس زي ان انا مثلا اكون صانع محتوى ويبدأ المحتوى دي يجيبلي فلوس بدل ما نقطة القوة دي مش ادرى استفيد منها او انا عندي مثلا نقطة ضعف ان انا مثلا كلامي كتير والناس ما بتحبش قاعدتي فازاي هبدأ اصلح نقطة ضعف دي وحسن من نفسي عشان اخرج من السنة الجديدة دي شخص افضل او من اهدافك ان انت مثلا تتعلم المونتاج فتبدأ بقى تخطط طب هتعلمه عن طريق ايه ايه الفيديوهات اللي ممكن تساعدني ايه الكورسات اللي ممكن اخدها بتبدأ تحط كل الاهداف اللي عندك دي صديقي وبتبدأ تحط لها استراتيجيات ازاي تنفذها وخلي بالك يا صديقي عشان تحط هدف لازم الهدف دي يكون له شوية شروط كده زي ان هو يكون هدف منطقي يعني ما تقولش اتمنى في 2024 يطلع لي جناحات وعرة فطير اكتب صديقي اهداف يمكن تحقيقها اهداف منطقية زي ان انا مثلا في 2024 عايز اخس خلال العام ده 15 كيلو دي حاجة ممكن نقسها وممكن نعرف نقيمها لكن ما تقولش نفسي في 2024 يبقى شخص كويس شخص كويس دي كلمة مططية ومفتوحة ما اقدرش اسهالك يا صديقي لكن ممكن تقول مثلا نفسي في 2024 ابطل شتيمة فدي اه كل يوم هقدر الاحظ هل انت شدمت ولا ما شدمتش طب لما هدشتم هنعمل ايه هنعجبك ازاي هنوثيبك ازاي ولسا اتكلم عن نقطة دي دلوقتي فلما بتفلتر يا صديقي وبتحط اهداف يمكن تحقيقها بتبدأ بقى تكتبها في الورقة النهائية اللي هتبدأ توزعها في الخطة بتاعتك ودي يا صديقي المرحلة اللي بعد كده انك بتبدأ تقسم الاهداف اللي انت طلعتها دي على 12 شهر بتوع السنة الجديدة ما تجيش يا صديقي تقولي الورقة دي هي الحاجات اللي اعملها في السنة كلها كده هتشتت نفسك يا صديقي ما بين اهداف كتير جدا وهتفضل تقول لسا بدري ما عملناهاش في يناير نعملها في فبراير يجي فبراير اللي هو شهر اثنين ومعملش حاجة يبقى نعملها في شهر مارس شهر ثلاثة يجي شهر ثلاثة انت ما عملتش حاجة خلاص نعملها في شهر اربعة ما لسه السنة طويلة تفضل تأجل 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 لغاية ما السنة بتخلص اما لعمل ايه طارق انت مثلا عايز تتعلم عادة جديدة زي عادة قراءة الكتب يبقى انت هتحط كده ان انت هتقرأ ثلاثة كتب في اول ثلاثة شهور من السنة شهر واحد واثنين وثلاثة يناير فبراير مارس فانت دلوقتي حطيت لنفسك ديدلاين مش كبير وواسع زي اتنشر شهر لأ انت قول ثلاثة شهور هتتعلم فيهم عادة جديدة زي عادة القراءة فانت هتبقى ملزم ان انت في الوقت ده بتخلص العادة دي وبتحط جنبها مثلا حاجة تانية زي ان انت تبدأ تتعلم برامج المونتاج فممكن اصلا تدمج ما بين الحاجتين وما يجوش عكس بعض ممكن تتعلم المونتاج وتقرأ كتب عن تعلم المونتاج فخلاص دول هدفين انا خلصتهم في اول ثلاثة شهور من السنة الثلاثة شهور اللي بعدهم انا هبدأ التزم بالجيم والرياض عشان انزل في الوزن بتاعي وممكن تبدأ من الشهور اللي قبلها انك تستعد المرحلة زي دي زي ان انت تركز شوية مع الاكل انت بتاكله خلصنا كده ست شهور من السنة ثلاثة شهور اللي بعدهم هعمل عادة جديدة هتعلم حاجة جديدة هبطل حاجة جديدة وهكذا صديق تبدأ تقسم الاهداف دي في الشهور بالشكل اللي نسبها وخلي بالك من كلمة الشكل اللي نسبها يعني انا مجيش في شهور الدراسة والامتحانات والوقت اللي انا هبقى مشغول فيه واكتب ان شاء الله هتعلم عادة جديدة تفيني في الشهور دي الشهور دي يا صديق شهور امتحانات يعني انت مفروض تحط اهدافك بتاعت الشهور دي انك تذاكر وتتفوق وتجيب درجات كويسة وتأجل الكورسات ووقت تطوير الزاد للاجازة بتاعتك مثلا صديق الوقت اللي انت هتكون فيه مركز ومش مشتت في الدراسة رائع يا صديق مسألة اختيار المواعيد المناسبة ده بشكل يعني يكون فيه تركيز علشان الموضوع ده هيفرق معاك ما تحطش عادة او حاجة عايز تتعلمها في وقت مش مناسب فلما يجي الوقت المناسب ما تقدرش تعملها فهتعمل عليها غالط يا صديقه ما تعملهاش خلال السنة كلها بلاش تعمل كده الخطوة اللي بعد كده صديقي انك هتحط مبدأ اسمه مبدأ الثواب والعقاب يعني دلوقتي حطت خطة وقسمتها على 12 شهر بتوع السنة لو انا عملت الحاجات دي هكافئ نفسي ازاي ولو انا ما عملش الحاجات دي هعاقب نفسي ازاي لما هتكافئ نفسك يا صديقه هتتشجع دايما ان انت تستمر في ان انت تعمل الخطط بتاعتك دي اما لو ما عملش الحاجات دي وعقبت نفسك ان انت منعت نفسك من رحلك وتعايز تروحها خروجة حلوة مع اصحابك اي حاجة انت بتحبها عقبت نفسك ان انت مش هتعملها علشان انت ما عملش الخطة دي هتلاقي نفسك بعد كده عايز تروح تعمل الحاجات عشان تكافئ نفسك وما تتعقبش اصل النفس يا صديقي امره بالسوق ولازم تشد عليها حبتين بعد كل الحاجات دي يا صديقي انت بقى عايز تبدأ تخطط العقب بتاعك بشكل محكم وتتعلم فيه حاجات مهمة وتبقى منظم وازاي لو انت انجزت حاجة تعمل عليها صح وازاي تشيلها وازاي تخطط لليوم بتاعك يوم بيوم وازاي تخطط للأسبوع وازاي تخطط للسنة كلها على بعضها بشكل كده مترتب وبأفكار وحاجات كده تساعدك بشكل حقيقي يبقى نانطحك وبقوة يا صديقي بقائمة تشغيل للجميل جدا علي محمد علي ات سا restaur Wha då li M Alady عمل قائمة تشغيل كاملة علي مجانية عن ازاي تخطط يومك مش با يكلمك بس ان ازا تحدد اهدافك وجده لا ده ها ه يجيب لك ورقة وقلم به eto وهيبدأ يقسم لك الورقة دي يا صديقي هيقب لك مسلا ورقة من الورقة ده ويقسهمه لك كده اربع اجزاء يوفي يقولك دεί يوم الحد داي يوم الاثنين دوا يوم التلات دى ليوم الواربع ازاي تقسم بقى اليوم الحد ازى تحدد جpassen ازاي تحط مهام يوم الثلات ازاي تتبع الاهداف بتاعتك وهل حققته ولا ما حققتهش ازاي تبثيب نفسك وتعاقب نفسك كلام بقى صديقي يعني بص معد الكلام اللي بقولولك ده بمراحل 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 فلو انت بقى دخلت وشفت الفيديوهات دي حاجة بحاجة كده وفيديو بفيديو وركزت فيها وبدأت تنفذ صدقني انت حياتك هتتتغير زي ما انا بشكر الراجل ده عشان لما مشيت على الخطط بتاعته انا حقيقي حياتي اتغيرت ودلت اجيب درع الميت الف والقناة بتاعته اتعرفت وطورت من حياتي وحسنت من حياتي فبجد شكرا استاذ علي محمد علي رابط القائمة بتاعت الفيديوهات ده صديقي برضو هسيبه لك تحت في وصف الفيديو الكريم التحت الفيديو ده صديقي انزل وشوفها وبقى دعيلي وبس كده صديقي تكون حلقة النهاردة تمت بحمد الله اتمنى العام الجديد لصديقي يكون عام ناجح وحلو وجميل كده عليك وتقدروا تحققوه فيه حاجات كتير مقدرتوش تحققوه في 2023 واتمنى انت كمان تدعمني وتنزل تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتشجعنا عشان خلاص خطوة 2 صغيرين ونوصل 200 ألف أخ واختي وان شاء الله بعد نوصل 250 و300 ألف و400 ألف وكله بدعمك صديقي ولو عندك اي سؤال او اي فيديو عايزنا نعمله اكتب لنا تحت في التعليقات ولو اكمل حلقة الغد دلوقتي انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان نعرف من صاحبنا اللي يكمل الحلقة دي للنهاية اتمنى صديقي تكون حلقة لطيفة وخفيفة وتكونوا استفدتم ويكون عام سعيد عليكم كان معاكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته